تحياتي يا أصدقائي منتخب سوريا غدا سيواجه منتخب أوزباكستان في أولى مبارياته في كأس آسيا في تمام الساعة الثامنة ونصف مساء على ملعب جاسم بن حمد وهو ملعب السد ونادي أريان طبعا سأحكي بهذا الفيديو عن اللاعبين والتشكيل المتوقعة إضافة إلى تصريحات هكتر كوبر بالمؤتمر الصحفي أصدقائي بداية يلي ما نعمل لايك أو عامل سبسكرايب القناة ما نومشترك ينزل يشترك هلا ويضغط لايك وتعليقاتكم كتير مهمة لحتى ضل دائما متواصل معكم في متعلق بمنتخب سوريا حبايب القلب يعني التشكيل المتوقع لكل من لكل حدا آراءه لكل لاعب آراءه لكل مدرب آراءه لكل محلل آراءه وأنا طبعا من خلال التواصل مع الأصدقاء من خلال الكلام مع الأصدقاء كل واحد له تشكيلة معينة لكن ومن احنا ما شفنا مبارتين وديتين مع هبتر كوبر وبالتالي نستطيع أن نحكم على التشكيلة مية بالمية لكن أنا راح أتوقع تشكيلة معينة وراح أحكي لكم اليوم قصة صارت معي بخلال تسجيلة لبرنامج جيم أونيا اللي خلصتوا من شوي حينعرض اليوم الساعة 7 المساء وأيضا راح أطركم رابط الحلقة كتير مهمة بالتعليقات شو صار بمحور الحديث طبعا بداية بتشكيلة منتخل سوريا أتوقع في حراسة المرمى أنا أتوقع إبراهيم عالمي غيري توقع أحمد بدانية وهذا اللي اللي صار ببرنامج جيم أون وقال عنده معلومات على كل حال إبراهيم عالمي في حراسة المرمى عمر ميداني وأيهم أوسو في خط الدفاع على اليمين اللاعب عبد الرحمن ويس على اليسار خالد كردغلي في خط النص إزاكيل العم وخليل الياس على الجهة اليسرى عمار رمضان على الجهة اليبنى إبراهيم هيسار وفي صانع اللعب عمر خريبين وأمامه بابو صباغ هلأ عمر خريبين ما بعرف إذا حيلعب أساسي يعني أنا هاي التشكيل المتوقع لأنه عمر خريبين كان عم يتمرن تمارين تكتيكية مع المنتخب بالأمساكن هل هو جاهز حتى يلعب بشكل أساسي طبعا إذا ما كان جاهز حيعوضه ممكن محمود الأسود لعمر خريبين لمركز صانع اللعب هذه هي التشكيل المتوقع هلأ كنت عم قلكن أنا أنه صار معي شي اليوم ببرنامج كنت مصطيف الكبتن عاطف جنيات هو موجود بالدوحة وقريب من لفة المنتخب وأيضا يعني له اتصارات هو صدفت الكبتن صافي عيوش من أستراليا كبتن عاطف جنيات قال لي تشكيله طبعا مختلفة كم لاعب عن اللي قلتهم أنا لكن توقع أن يكون في حراسة مرمى أحمد مدنية وقلت له أنه طبعا أنه هذا الموضوع إحنا شفنا إبراهيم علمي هو الحارس الأساسي مع المنتخب في كل المباريات الودية يعني في معظمها كان هو الأساسي فقال لي أنه هاي تسعين بالمئة حيكون أحمد مدنية وهي معلومات وبالتالي ناطرين بكنا نشوف مع أنه كنا نشوف أنه نسمع أنه إبراهيم علمي هو كابتن الفريق يعني فيما يتعلق بهذه النقطة تحدثنا أصدقائي أيضا عن موضوع الإيجابية بين اللاعبين من أصول سوريا المقتربين واللاعبين المحاليين أنه الكل عندهم نروح وحدة فيه انضباط تكتيكي حسب ما حكى الكابتن عاطف ومثل ما سمعت من كزم الزر فيه انضباط تكتيكي بالفريق فيه روح إيجابية فيه إصرار على تحقيق نتيجة إيجابية تصريحات الأرجنتيني اليوم هكتر كوبر كانت تصريحات متوازنة حاول أن يوصل الرسالة بأنه نحن نسعى إلى الوصول إلى مراحل متقدمة ما حدد ما حكى لكل مباراة على ظروفها كما تحدث عن موضوع كتير مهم اللي هو موضوع الإنسجام وحكى يعني هاي النقطة كتير مهمة لأنه في بعض الناس المتابعين هلأ صارت تتمسخر أنه شو بينسجموا بيومين قادرين ينسجموا بأسبوع موضوع كرت خدم والإنسجام أكبر من هيك كتير قال وصلنا إلى حد مقبول من الإنسجام لكن لن نصل بهذه الفترة القصيرة إلى الإنسجام الكامل وهذا كلام منطقي من أرجنتيني هكتر كوبر لأنه غير المنطقي أنا يقول والله هلأ اللاعبين إنسجام والاستعداد على أتم الثقة بالأمور وأنه الأمور جاهزة لا طبعا هذا الموضوع إيجابي ومنطقي يعني ما فينا نحكي غير هيك هلأ بالنسبة للتوقعات لنتيجة المباهرة في بعض الناس متشائمين في بعض الناس بيحكوا بالورقة والقلم في بعض الناس عاطفيين تمام؟ هلأ من إذا بدك تحكي بالورقة والقلم وحكيت أنا بفيديوهات عن منتخب أوزباكستان وحكيت فيديوهات عن يعني إذا تنزل بتشوف الفيديوهات عن مكة فيها حكيت بالتفاصيل بالأرقام بكل شي لكن إذا بدك تحكي بورقة وقلم على الورق فأنه المنتخب أوزباكستان محضر أكثر من منتخبنا لأن بينه 21 مع سلوفيني كاتانيتش بهاي الفترة يعني العبانين 27 مباراة فايز كاتانيتش ب 17 مباراة مع نفس التشكيلة مع نفس اللاعبين على العكس منتخبنا اللي أدخل عناصر جديدة فوراً أساسية بالمنتخب بمباراتين وديتين وفوراً البطولة بالتالي التحضير هو أفضل لصالح أوزباكستان بالنسبة للتاريخ في البطولة هو أفضل بالنسبة لتاريخ المواجهات فصالحنا مو بالبطولة طبعاً بشكل عام لأنه لعدنا 6 مباريات فزنا 3 خسرنا 2 وتعادلنا 1 أما في تاريخ التأهل إلى الدوار الثانية والنصف النهاية وربع النهاية طبعاً أوزباكستان صابتنا بمراحل بهذه البطولة الزقاء العمل اللازم يشتغل عليه بكرة اللاعبين هو الأرجنتيني هكتور كوبر التركيز طيلة 90 دقيقة شفنا مبارات اليابان صحيح 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 لكن أول 30 دقيقة كنا مركزين وكانت نتيجة صفر صفر وبالتالي قادرين نحن يعني لو أنه اللياقة البدنية موجودة لو أنه اللاعبين جاهزين 100 بالمئة أعتقد أنه أنا يعني منتخبنا قادر يعمل نتيجة إيجابية لأنه ممكن تسرق هدف لأنه منتخب الأوزباكي بيلعب بثلاثة مدافعين فقط يعني ها ثلاثة أربعة ثلاثة ثلاثة خمسة اثنين ثلاثة دفاعات لما تطلع الباكات الباك اليسار الباك اليمين وثلاثة مدافعين بيضلوا لحالهم فبالهجم المرتدة السريعة قادر أي منتخب يضرب هاي الخطة ونحن عندنا لاعبين سريعين قادرين يضربوا لهذه الخطة وبالتالي أنت قادر تربح على منتخب أوزباكستان هي ليست مستحيلة هي ليست أبداً مستحيلة لكن برجع أبقلكم على الورق أوكي أوزباكستان ممكن أفضل ممكن مرشحة أكثر لكن ليست مستحيلة يجب أن يؤمنوا اللاعبين أنه هي ليست مستحيلة تشيلنا من التصريحات هني بيطلعوا بيصرحوا المدرب بيطلع بيصرح لكن بدنا إيمانهم من الداخل إيمانهم من هون من هون بيعرفوا أنه هي إيمانة مستحيلة هني غير مطالبين بشي من هلأ يعني هني مطالبين أنه يقدموا مباريات جيدة يقدموا اللي عليهم يفرجونا الروح يفرجونا كذا كده ما هنو مطالبين يحملوا الكأس لأنه نحن آسيا ملقلنا وهو شعار رنان نحن لا نؤمن به ولا اشتغلنا فيه ولا عنا إمكانياته لهذا الشعار ولا عنا مقوماته ولا اشتغلنا عليه فلذلك نحن لازم نوصل لمرحلة مقبولة من آسيا لازم نعمل نتيجة إيجابية في مواجهة منتخب أوزبكستان هي النتيجة الإيجابية حتكون مفتاح البطولة كلها أنا متحمس وأنتم متحمسين وكلنا بانتظار مبارات منتخب سوريا بدي أصدقائي تكتبوا لي تشكيل المتوقعة حسب رأيكم بالتعليقات وتوقعاتكم للنتيجة باي باي ترجمة نانسي قنقر